موضوعي اليوم وإن شاء الله الأسابيع اللي جاية هو دعوة للصلاة دعوة للصلاة وبشكل خاص هيدا الأسبوع رح أحكي عن الصلاة المؤمن الناضج ونتائجها الصلاة المؤمن المؤمن الناضج ونتائجها كنت متأمل بكلمة الرب ووصلت لرسالة كولوسي الفصل الأول ما أجمل هذه الرسالة التي كتبها بولوس وبالعدد التاسع يقول من أجل ذلك نحن أيضا مين يعني بولوس تيموتاوس والخدام اللي معه نحن أيضا منذ يوم منذ شو يوم سمعنا سمعنا بماذا سمعنا بأخباركم الحلوة سمعنا بإيمانكم سمعنا بالفرح بالثمر الموجود بحياتكم إن لم نزل مصلينا وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح مثمرين في كل عمل صالح نامين في معرفة الله متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده أو قدرته المجيدة لكل صبر وطول أنات بفرح شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القدسين الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته أو ابنه الحبيب الذي لنا فيه الفداء بين مزدوجين بدمه غفران الخطايا له كل المجد إلى الأبد ما أجمل كلمات الرسول بولوس المحات بالروح القدس هل فسي فساء هيدي هل لوحة الجميلة الباهرة المصنوعة بأيد ماهرة كل قطعة بهذا النص الذي أريده عليكم الذي تلوته عليكم يشكل هذه اللوحة الجميلة التي نرى خلفنا عمل الروح القدس في حياة الرسول بولوس في الصلاة وكيف يصلي بأشواء صادقة من أجل هذه الكنيسة كنت أفكر بموضوع الصلاة وقلت أنا كنت أفكر بشو بدي أوعز هذا الأسبوع وخطر على بالي موضوع الصلاة أكثر من مرة قلت أنا يا رب شو بدي كيني أحكي مع شعبك مع الناس اللي عم تسمع فشعرت أنه موضوع الصلاة هو الموضوع اللي لازم أحكي عنه بعدين رحت عندي ليحة بالمواضيع كتبتن أول السنة بالأمور المهمة اللي بشعر كنيستنا بحاجة أن تسمع عنهم فنزلت بهالليحة أول وحدة حكينا عنا حكينا عنا حكينا عنا حكينا عنا وصلت اللي يمكن رقم ستة أو سبعة تلعت كلمة الصلاة قلت أنا يا رب الهيئة بدي كيني أحكي عن الصلاة ببعت رسالة لأحد قادة الكنيسة خدام الكنيسة وبقال له ماذا تشعر حاجة كنيستنا هالأيام عن ماذا يجب أن أحكي هالأسبوع فبيبعت لي كلمتين دعوة للصلاة دعوة للصلاة قلت له يا رب فهمت عليك بدي كيني أحكي عن الصلاة هيدا الأسبوع النهار اللي من بعده مباشرة بوع الصبح بتطلع على الواتس أب تبعي بشوف وصلي رسالة بتطلع بهالرسالة بتقول أخت تبعت لي بتقلي أحلمت بهالليلة أنه نحنا بالكنيسة وأنت عم توعز وعم بتشجع الناس وكان موضوعك الصلاة أنا معقول فخبرت هالشخص أنه كيف الرب عم بيقودني لأحكي عن الصلاة بنفس النهار بالمساء نحنا بنبعث مقطع من الكتاب المقدس بنقريه مع بعض لحتى بثلاث سنين نقرأ ونتأمل بعمق بكل الكتاب المقدس فكان نهار الجمعة أحذره شو كان النص شو كان النص الرب يسوع المسيح كان عم بيصلي من بعد ما أنهى صلاته الأحد التلاميذ سألوا ليسوع المسيح علمنا كيف نصلي قالت أنا يا رب بالهيئة هذا الموضوع هو حاجة كنستنا بلا شك نهار الجمعة حضرت موضوع المساء بيجينا رسالة من خادم راعي كنيسة بيجي يدعيك لخدمة نصلي فيها مع بعض خدمة الصلاة موضوعها بس الصلاة نقضي نهار ونصف مع بعض نصلي وذكر هالثلاث كلمات لنمتلئ من معرفة مشيئته ويمكن هلأ عم يحضرني أو عم يسمعني نفس الكلمات ذكرهم بالنص هو تماماً الناس يلي حضرت أني أعظ منه بهذا الصباح لا شك أن الرب دينا نحكي عن الصلاة وأهمية الصلاة أمين هل حدا مننا يشعر أنه بحاجة أنه صلاة تنمى أنا واحد منكم يلي يشعر أنه صلاة ممكن تكون أفضل يا رب ساعدني أنضج بإيماني لحتى صلاة تكون بحسب قلبك يلي له الإله يلي يستحق أنه نقدم صلاة لإله ونصلي لبعضنا البعض فعندي بعض الأسئلة التي أريد أن أسألهم على هذا النص لكن أبدأ بسؤال بشكل عام عن حياة الرسول بولوس هو ما هو سر نجاح خدمة بولوس؟ ما هو سر نجاح خدمة بولوس؟ يمكن أن نعطي أجوبة عديدة لهذا السؤال المهم مثلا أمانة الرسول بولوس لماذا كان أمين؟ محبته للرب تفاني الرسول بولوس صدق الرسول بولوس صلاح الرسول بولوس الأمور التي أدعوته الواضحة المثابرة حتى النهية في أمور عديدة لكن خلف كل هذه الأمور كان الرسول بولوس الرجل الصلاة كان الرسول بولوس الرجل الصلاة أمين؟ أول أمر نعرفه عن الرسول بولوس بأعمال الرسل الفصل التاسع من بعد ما اختبر الرب في طريقه إلى دمشق نقرأ عن أن الرب ذهب برؤية لعند حنانية وقال له أريد أن تذهب إلى بيت يهوذة هناك رجلا ترصوصيا رجلا ترصوصيا الذي هو يصلي يصلي فأول شيء نكتشفه عن بولوس أنه كان رجل صلاة وكنت عم تأمل برسائل بولوس نهار السبت واكتشفت أنه في أكثر من أربعين مقطع بكتابات بولوس حول الصلاة التي فيها إما هو يصلي إما يدعي الناس ويشجع الناس على الصلاة يصلي لأخوة للمؤمنين للقاضي للكنيسة التي يزورها والذي يخدم فيها للشعوب للناس ومن حولهم وعندما أظهر برسالة تيموتاوس لأرى ما هو وصايا بولوس لا تيموتاوس اكتشفت أنه أول وصية يعطيها عندما يطلب منه الأمور المهمة ويبدأ يعلمه ويوجهه فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لجميع الناس وبعدين يقول لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لأنه مشيئة الله أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فالرسول بولوس كان رجل صلاة فبدأ أسألكم اليوم هل نحن رجال ونساء صلاة؟ هل نحن رجال ونساء صلاة؟ هل الصلاة جزء من حياتنا؟ هل الصلاة حياتنا؟ هل منعيش حياتنا في صلاة؟ صلوا بلا انقطاع بلا انقطاع تقول كلمة الرب فهل صلاة هكذا فالرسول بولوس سر نجاحه هو هو الصلاة هو الصلاة والذي موجود قدامكم هو هذه العلبة هي جعبة الرسول بولوس جعبة صلاة الرسول بولوس تصوروا معي أن هذه الجعبة هي صلاة الرسول بولوس حسنا؟ فبولوس سيصلي